نقف فيه مجسر الشالشية الشالشية اللي هو واحد من مراكز الاختناقات المرورية أو العقد المرورية في العاصمة بغداد هذا مجسر هو عابر بامتداد شارع مطار المتنة باتجاهين طول المجسر 450 متر تعرف حضرتك هذا التقاطع فيه مجموعة حركات للقادم من جانب الرصافة بالجهة العظمية بالتحديد إلى منطقة المطار المتنة المتجه إلى الكاظمية شمالا أو إلى منطقة العلاوي جنوبا هذه عقدة مرورية كبيرة عالجناها بأنه تم رفع المستوى الأكثر كثابة مرورية اللي هو قادم في مطار المتنة ما قد النسبة ليحلها ممكن؟ يقول لك أنا أريد أن أعرف النسبة بالتحديد حتى ممكن أن نضع الحلول وما رح يكون عندنا الصنطقات عرضي نهائيا فقط مجسر يعني سريع القادم من العلاوي باتجاه الكاظمية وبالعكس ما رح ينزل بالتقاطع رح تقاطع الأرضي فقط للقادم من منطقة جامع بوراثة جامع بوراثة باتجاه العلاوي أو باتجاه الكاظمية وبالتالي بحركات غير متقاطعة باتجاه الكاظمية